السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين ايها الاحباب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ارحب بكم دوما في كلام طيب واطيب الكلام كلام الله رب العالمين وما زلنا ننظر ونتأمل ونتدبر في ايات الله البينات في القرآن الكريم ما زلنا مع سورة الاعراف نتعرف عن التاريخ البشري القديم رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا زال في الفترة المكية والدين غريب وكان يحتاج إلى تثبيت الفؤاد فكان رب عز وجل ينزل عليه الآيات كلها حول تثبيت الإيمان في القلوب والتذكير بالبعث والنشور وغرس عقيدة التوحيد في النفس يزكي مولانا سبحانه وتعالى هذه المبادئ بصرد قصص الأنبياء والمرسلين السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله تعرفنا في سورة الأعراف على عدد كبير من المعطيات سورة الأعراف كما ذكرنا هي من المفصل المطول في القرآن الكريم ذكر فيها الله تعالى قصة إبليس مع أبينا وأمنا حواء وآدم عليهما السلام وتعرفنا على قصة نوح وقومه وقصة سيدنا هود وقومه وسيدنا صالح وقومه وسيدنا نوت وقومه وسيدنا شعيب وقومه وما زلنا في قصة سيدنا موسى وقومه قصة سيدنا موسى غريبة جدا فيها فصول متعددة وفيها محطات مختلفة تعرفنا في الحلقتين السابقتين عن الصراع الخارجي سيدنا موسى يتصارع مع فرعون الذي تأله وقال أنا ربكم الأعلى سيدنا موسى كان هدفه الأول أنه يهدي فرعون وما معه لله رب العالمين لكنه لما يأس من هذا الأمر هو سيدنا موسى لم يبعث للعالمين وبعث لقومه خصوصا من بني إسرائيل حينما امتدع فرعون عن الإيمان بالله تعالى وملائه موسى قال يدخشأنك الخاص لكن اعطني بني إسرائيل يخرجون معي ائدن لبني إسرائيل بالخروج ما يسمى عند اليهود في التوراة بسفر الخروج ائدن لنا بالخروج هذا هو المطلب الأساس الذي كان يركز عليه سيدنا موسى حماية قوم بني إسرائيل وأن يأدن لهم فرعون بالخروج من مصر ليدهبوا إلى الأرض المقدسة التي وعد الله فيها وعدهم بأنهم سوف يسقون لبنا وعسلا وختاما تعرفنا كيف بلقي السرع بين فرعون وملائه وبين سيدنا موسى الكليم مع رب العالمين فكانت النهاية هي غرق فرعون وجنوده ونجى بني إسرائيل مع سيدنا موسى بعد عقود طويلة من الزمن قرون طويلة من الذل والهوان والظلم والبهتان تعرض لها الإسرائيليون في العهود القديمة في مصر ها قد جاء الأوان وقد اختار الله تعالى نبيا هو سيدنا موسى الزعيم القوي الذي عنده التبات في الموقف استطاع أن ينقذ بني إسرائيل من هذا التاريخ الطويل كله اضطهاد وكله ظلم وكله ذل وهوان الآن وقد خرجوا سيروحون إلى مكان آخر هنا سيدنا موسى سوف يواجه مشكلة أخرى أخطر المشكلة الأولى تسمى الخطر الخارجي الآن الخطر الداخلي أكثر بكثير ثم سوف يواجه الخطر الداتي الأخطر أنواع ثلاثة الخطر الخارجي هو للعدو عدوك خارجيا قد يواجهك بكل الوسائل لكن يبقى دائما في الدرجة الثالثة هناك خطر أخطر وهو العدو الداخلي وهو بن جلدتك القوم فيما بينهم سوف يكون من بينهم عناصر فاسدة سوف تطبط الهمم سوف تأتي بآراء مخلة وسوف يتفرق الصف ثم هناك الخطر الداتي وهو النفس البشرية نفوس بشرية مقربة مريضة وسقيمة هذا ما سوف يواجهه سيدنا موسى عليه السلام متاعب كثيرة وكثيرة واجهها نبي الله الكليم موسى عليه السلام بعد أن انتصر على فرعون وقد استمر 23 سنة وهو في مصر في صراع مرير قال ربما سوف أرتاح الآن وقد خلصت شعب بني إسرائيل من الدل والهوان سوف يواجه مشاكل أخرى كبيرة القرآن الكريم يقصها علينا باليقين تعالوا بنا نتأمل فيها ونبدأ من سورة الأعراف من الآية 138 الآية 138 بعد بسم الله الرحمن الرحيم وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعقفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها ووفضلكم على العالمين وإذا انجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وواعدنا موسى تلاتين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى سعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إني استفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخد ما آتيتك وكن من الشاكرين صدق الله مولانا العظيم نكسفي بيد القدر من القرآن العظيم ونتأمل في هذه الآيات هذا الشطر من القرآن الكريم يحكي فيه رب العزة جل جلاله المحطة الثانية بعد أن أنجى الله تعالى بني إسرائيل من كيد فرعون وظلمه ها هو الآن قد ضرب سيدنا موسى بعصاه البحر وانفلق فرقتين كالتوضي العظيم ومر كل شعب بني إسرائيل من وسط البحر فلما تبعهم فرعون وجنوده أغرقهم الله سبحانه القوي القدير قال وجاوزنا ببني إسرائيل البحر لقد تجاوزوا البحر الآن فكان عليهم أن يشكروا الله بعد أن رأوا هذه المعجزة العظيمة هذه المعجزة المبهرة كون أن الله سبحانه وتعالى جعل العدو من خلفهم والبحر أمامهم هذا هلاك لكن في اللحظة الحاسمة سيدنا موسى يضرب بعصاه التي تنقلب إلى التعبان يضرب البحر وما أعظمه فانفلق وربنا سلك لهم طريق آمن فمروا جميعا في أمان وسلام وفرعون لما تبعهم وجنوده وكانوا بالآلاف المؤلفة آلاف المؤلفة وجيوش وخيول وحمير وبغال وسيوف ومدرعات كل شيء غرق في ذلك البحر طبعا باستثناء فرعون أنه ربنا سوف ينجيه اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وجدت فرعون لتزال إلى يومنا هذا محنطة في الأهرامات بمصر لكن كل ما دون فرعون الكل قد غرق شاهدوا هذه المعجزة المبهرة فكان على بني إسرائيل أن يشكروا الله تعالى على أن أنجاهم وعلى أن أكرمهم بهذه المعجزة كان عليهم أن يظلوا ساجدين راكعين مسبحين لكن ما الذي وقع وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون سيدنا موسى صدم بعد أن رعوا هذه المعجزة الباغرة عليهم أن يكونوا أكثر خشوع وإيمان مروا على قوم من الكنعانيين في طريقهم من مصر مرورا بالشام والعراق طبعا كل الأحداث على الأنبياء جميع الأنبياء كلها تمر في الشرق الأوسط العالم بأسره ما في مكان فيه أنبياء يذكرون كل الأنبياء المذكورين في منطقة الشرق الأوسط وبعد ذلك انتشروا عبر العالم مروا على قوم من أهل العراق كان عانيين وكانوا يعبدون الأصنام وكانوا يصنعون أبقار لهم أبقار والأبقار مقدسة عندهم كما هي الآن مقدسة في الهند الهندوس الآن تجد الرجل متخصص في الطاقة في الأورانيوم متخصص في المعلوميات الحديثة الدقيقة متخصص في الطب في الجراحة ولكن حينما ينتهي يرى بقرا أو عجلا يسجد له غريب هذا المنطق العقلي هذا الأمر كان أيام زمان ولازل إلى عصرنا هذا رأهم يعقفون على أصنام هم عبر عن أبقار فقالوا يا سيدنا موسى يا كريم الله عندنا لك طلب قال أطلبه قالوا له يا موسى هل لا جعلت لنا إله كما لهم آلهة نحن نريد أيضا أن تكون عندنا آلهة عبارة عن أصنام وعبارة عن عن هذه الأبقار سيدنا موسى غضب فقال إنكم قوم تجهلون هذه منتهى الجغالة لقد رأيتم معجزة الله عليكم أن توحدوا الله وحده لا شريك له ثم قال هؤلاء القوم ما عندهم نبي وما عندهم رسول كانوا من الكنعانيين في الصحاري قال إن هؤلاء قال إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون هؤلاء على ضلالة وعلى سفاها كيف تقارن أنفسكم أنتم وقد ربنا اصطفاكم وعززكم وكرمكم وبعت فيكم نبيا من أولي العز من الرسل ورأيتم بأم عينكم المعجزة الباهرات لما نجوتم من البحر وقبله سلط على عدوكم الضفاضع والدم والقمل والجراد والطفان كل هذا ولم تؤمنوا قال أغير الله أبغيكم إله وهو فضلكم على العالمين هذا المقطع مهم جدا وهو غرس عقيدة التوحيد جميع الديانات السماوية اليهودية النصرانية الإسلام وقبلهم الإبراهيمية وغيرهم الكل لهم عقيدة واحدة فقط الأديان كلها هي عقيدة واحدة لا تبديل ولا تغيير هي عقيدة التوحيد وكل من خرج من دائرة التوحيد إلى غيرها فقد خرج من الحق إلى الباطل سيدنا موسى كان يدعو إلى توحيد الله قل هو الله أحد الله الصمد قال أغير الله أبغيكم إلها واحدة وهو فضلكم على العالمين بمعنى أن بني إسرائيل كانوا في ذلك الزمان هم شعب الله المختار في ذلك الزمان فكان ربنا عز وجل قد فضلهم على العالمين فضلهم على كل البشر الذين كانوا في ذلك العهد فرعون كان ضالا ومن معه كانوا ضالين وكل الأمم السابقة من الفنيقيين والرومان والبيزنطيين والويندال والفراعين في الأهرامات الكل كان على ضلال الشعب الوحيد الذي كان على هداية وكان لا استقامه هم بنوا إسرائيل فكانوا يسمون في ذلك الزمان شعب الله المختار وربنا فضلهم على غيرهم قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين هذا المشكل وقع في أهد النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن الصحابة رضي الله عنهم كما يروي الإمام أحمد بن حنبل في المسند أنهم لما كانوا في غزوة حنين قبلها بقليل كانوا يستعيد دون للغزوة خرج سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مع صحابته من الأنصار والمهاجرين وقصدوا المنطقة التي سوف تقوم فيها الحرب في غزوة حنين فمروا على سدرة فقالوا يا رسول الله انظر إن الكفار عندهم سدرة يناطون بها سيوفهم فهل لا جعلت لنا سدرة نطيط بها سيوفنا كتقدم واحد سدرة شجرة شجرة كبيرة وكيوضعوا في السيوف ويطفون حولها وكيعتقدوا بأن السيوف هتكون قوية وغتكون صلبة وسوف يكون النصر لهم هذا صنيع يفعله الكفار الصحابة رضي الله عنهم من الأنصار والمهاجرين كما يروي الإمام أحمد ابن حمد في المسند طلبوا من النبي الكريم هذا الطلب الغريب فغضب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أتريدون أن تسألوني كما سأل بني إسرائيل موسى عليه السلام بني إسرائيل لما مروا على قوم يعكفون على أصنام قالوا يا موسى اجعل لنا إلغا كما لهم آلهة أتريدون أن تفعلوا مثل بني إسرائيل وغضب النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم قال لتتبعن السن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بدراع حتى ولو دخلوا جحر ضب لاتبعتوهم وهم قالوا من يرسل الله قال اليهود والنصار قال فمن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن ينتزع من قلوب أصحابه هذا التفكير المعوج تفكير جميع الأنبياء وجميع المرسلين كان هو توحيد الله والطلب لا يكون إلا من عند الله لأن الله تعالى وحده لا شريك له هو الأول في الوجود الآخر في الخلود المطلق عن الحدود الضر والنفع من عند الله المنع والعطاء من عند الله الكل من عند الله أما البشر فلا يمكن للأسف هذا الأمر حتى في عصرنا هذا قد نجد متقفين أو أشبه متقفين ويعتقدون بخورفات وأساطير ويتمسحون على أضرحة ويطلبون المعونة من أناس مدعين للبركة فالمتقف الحقيقي هو صاحب الإيمان القوي الذي يؤمن بأن لا نطلب ولا نتوسل ولا نعبد إلا الله وحده لا شريك له قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذا أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم سيدنا موسى ستأخذه الغيرة نطق بالغيرة لقد غار على الله أعظم غيرة أنك تغار على الدين هناك من يغار على أنتاه هناك من يغار على فريقه الرياضي هناك من يغار على علمه الوطني كل واحد له رغبته لكن أعظم غير حائقية الغيرة على الدين سيدنا موسى غار على الله سبحانه وتعالى وبدأ يدافع عن ربه فذكر بني إسرائيل بالواقع المرير هم الآن قد نلوا الحرية وصاروا أحرار وخرجوا من بلاد الدل والهوان كانت في مصر الآن هم في طريقهم إلى الأرض المقدسة وقد مروا بأرض كنعان الآن وهم في عزة الآن هم في شنآن عظيم فذكرهم بالماضي المظلم وإذ أنجاكم من آل فرعون ليس من فرعون من آل فرعون لأن قد مر فراعنا فراعنا متعددون مروا في التاريخ كلهم عدبوا بني إسرائيل كل فرعون كان أشد عليهم من أدولف هتلر كان شديد عليهم مروا سنين طويلة آل فرعون مجموعة فراعنا كلهم وإذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب تعدبوا كثير هؤلاء الأقوام عدبهم كيف كان تجلى يقتلون أبناءكم كان كلما زادوا الأبناء الذكور يقتلونهم ويتركون النساء وبعد مدة قال ويستحيون نساءكم النساء يستحيونهم لا زوجات ولا أي شيء يأخذ المرأة وتكون شابة وجميلة ويفعل بها ما يشاء حر القانون لا يعاقبه والدين لا يعاتبه وكان بني إسرائيل يرون هكذا بأم أعينهم الرجل يرى ابنته تستحيى ولا يحق لو أن يتكلم ويرى زوجته وأخته وأمه ويسكت وإذا نطق يسجن وإذا إذا تمرت يقتل يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم قال يا بني إسرائيل لقد سلط الله عليكم البلاء يمزمان وكان بلاء عظيما الآن أنتم في نعمة ربنا أكرمكم واستفاكم عن العالمين وجعلكم شعبه المختار وجعل فيكم نبيا من أولي العزم من الرسل سينا موسى وأعطاه القوة وأعطاه القدرة على أنه سوف يقود يقودكم جميعا إلى بر النجاة ثم بعد مدة سيدنا موسى سوف يختلي مع ربه الأنبياء والمرسلون لابد أن تكون لهم خلوة مع الله كما ينبغي أيضا لأولياء أن تكون لهم خلوة مع الله وينبغي للعلماء والفقهاء والصالحون والمصلحون أن تكون لهم خلوة مع الله من أراد أن يتزعم يتزعم البشر وأراد أن يقود الشأن العام وأراد أن تكون له كلمة مسموعة وتأثير قوي لابد له من مؤهلات بغض الترفع عن الشخصية الكاريزماتية والقدرة على الكلام والحوار والجدال وأيضا أن تكون له مجموعة مكونات وعلوم ومعارف ومهارات وكفايات لابد أن يكون تقيا والتقوى إنما يكتسمه الإنسان لما يختلي مع ربه كل الأنبياء كانت لمخلوا مع الله والأولياء كانوا يختلون بعيد عن أنظار الناس يختلي يبتعد عن الناس وعن شواغل الدنيا لكي يتلقى هواتف السماء هذا ما سوف يفعله موسى في هذه المرحلة سيئنا موسى سوف يطلب من بني إسرائيل أنه سيتخلى عنهم وسوف يغيب عنهم لأنه سوف يرحل إلى ربه ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين سيد موسى سيطلب منه ربه عز وجل لقاء لقاء خاص مع الله لقد نجح موسى في المهمة بعد نضال وجهاد دامت ثلاثة وعشرين سنة نجح موسى في الانتصر على فرعون والآن سوف يقوم ببناء شعب بني إسرائيل فعليه أن ينال الحضوى من ربه ربنا أراد أن يختلي به فوعده ثلاثين ليلة طلب منه أن يصوم صيام كامل ثلاثين ليلة وأن يقوم ثلاثين ليلة صيام وقيام وذكر واستغفار وعزن عن الخلق ثلاثين ليلة ثم سيدنا موسى قال يا رب أنا مستعد أن أزيد فأتممناها بعشر ثلاثين ليلة كانت فرد وعشر زاءت فضل فسيدنا موسى كان يحب الفرد والفضل هذه الشريعة الأنبياء العلماء قالوا بأن الثلاثين ليلة كانت هي الشهر دي القعدة ثلاثون ليلة والعشر التي أضافها سيدنا موسى هي عشر دي الحجة هي أربعين ليلة فتم ميقات ربه أربعين ليلة فوفق ليلة النحر وهو وقت وقوف بجبل عرفة فهذا اليوم معظم حتى عند اليهود الوقوف بعرفة حتى أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان يقول أعظم يوم عند الله هو يوم عرفة وخير ما قال النبيون من قبل لا إله إلا الله وفي يوم عرفة سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم سينزل عليه الآية الخاتمة في القرآن وهي قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين هذا اليوم العشر من يوم من دي الحجة ويوفق العشر ويوم النحر كان مقدس عند كل الأنبياء والمرسلين لأن الشريعة الله واحدة الأنبياء كلهم هم موكب موكب الأنبياء كلهم واحد شريعتهم واحدة عقيدتهم واحدة قيمهم الأخلاقية واحدة لأنهم كلهم مرسولون من عند الله فقط كان هناك نسخ كالسمان دي فرسيون بحل في الانفورماتيك عدنا دي فرسيون كل في المعلوميات كل خمس سنوات كتجي وحد المنظومة جديدة ما التي نعمل بها هي لدارنيا فرسيون هي لفها أحسن وأجود هكذا القرآن الكريم وآخر نسخة في الإخبار الإلهي سيدنا موسى لما سوف يكتمل الأربعين ليلة ووعدنا موسى تلاتين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون أخلفني في قومي سيدنا موسى كان عنده أخوه هارون كي يقول أشدد به أزري سيدنا هارون هو نبي لكن موسى رسول الفرق بين النبي والرسول أن النبي ربنا أوحى إليه وعرفه الحقيقة لكن لم يأمره بتبليغ الرسالة أما الرسول فقد هو نبي ثم إن الله سبحانه وتعالى أمره بتبليغ الرسالة مأمور بتبليغ الرسالة لقوم معينين ثم إن النبي إذا عمل فيعمل برسالة النبي الرسول السابق أما الرسول فإنه يأتي بنسخة جديدة فالأنبياء اللي جابوا النسخ معروفين هم خمسة هما أولي العازم من الرسل سيدنا نوح وسيدنا إبراهيم وسيدنا موسى وسيدنا عيسى وسيدنا محمد كي تسموا هدو أولي العازم من الرسل عليهم الصلاة وعليهم أزكى السلام هم اللي جابوا شريعة جديدة مستقلة كي تسموا رسل ما غيرهم أنبياء كانوا يعملون بمقتضى نفس الشريعة فهارون كان نبيا أخوه موسى كلفه بمهمة أنا الآن سوف أغادر بني إسرائيل سأعتزل سوف أهاجر إلى ربي بمفردي وعليك يا هارون أن تخلفني في قومي ترشدهم للخير قد يقع لهم ضلال قد يقع لهم انحراف عليك أن تقوم بإصلاحهم فأمره بذلك فوافق وقال موسى لأخيه هارون أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع السبيل المفسدين حضره قال را عندك را غادي يكونوا واحد القوم واحد الشلة واحد الجماعة واحد الكوكبة مفسدين وسط أي جماعة صالحة هناك جماعة مفسدة وغتر البلبلة وغتر غتر الجدال وغتقعك في الخطأ احذر يا هارون اتبع السبيل المصلحين ولا تتبع السبيل المفسدين سيدنا هارون كان رجل خير وكان رجل فيه الحياء بشي بحل موسى سيدنا موسى كان قوي وجبار وفيه شدة ولا يخاف في الليل ومتلائم اما سيدنا هارون كان فيه الحياة الشديد وغيغ البعلي فيما بعد كما سوف نرى هنا سيدنا موسى سوف يغادر الى طور سيناء طور سيناء واحد المكان مقدس ربي قال لهناك موعد سوف تلتقي بي والتقي بك تعال إلي يا موسى منفردا يا موسى إياك أن تأتي بأحد لا زوجتك ولا أبنائك ولا أخوك ولا أحد من قومك جئني بمفردك يا موسى ستلقى ربك ولما جاء موسى لمقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مقامه مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى سعقا فلما أفق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين بعد أربعين يوما من الخلوة صيام وقيام وذكر وابتغال إلى الله تعالى وابتعد عن كل الشواغل وكان يتلقى الهواتف من السماء سيدنا موسى سيدنا إلى طور سيناء بمفرده صحراء قاحلة لا هناك لا بشر ولا حيوان منطقة خالية وفيها جبل عظيم جبل طور في صحراء سيناء هناك سيدنا موسى سيلتقي مع ربه ولما جاء موسى لمقاتنا أعطى الله المقات كلمه ربه سيدنا موسى سيسمع كلام الله وسوف يقع له اندهاش عظيم ربنا سوف يمكنه مكنه من سماء صوته الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فسمع موسى جانبا من قدرته سمعها صوته العلماء قال لك لا تقول بأنه سمع بأدنيه قد يكون قد سمعه بفؤاده بقلبه بجوارحه الله أعلم قدرة الله على الفعل سيدنا موسى حينما سمعك إذا ما الله استمتع فصار يطمع أكثر قال يا رب ما دمت قد أسمعتني كلامك فأرني شكلك قال ربي أرني أنظر إليك الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير كل ما خطر على بالك فالله مخالف لذلك قال لن تراني الله تعالى لم يقل له إني لا أرى البعض يقول بأن الله تعالى كأنه لا يرى وأنه والطبيعة هو الكون الفسيح هو الله لا الكون والطبيعة ليس هو الله الطبيعة مخلوق من خلق الله والكون الفسيح بنجومه وكوابه خلق من خلق الله والسماوية كلها مطوية بيمينه هذا الكون كله رمت لحبة حصاء أمام جلال الله وعظمة الله البعض قد يظن هكذا أبدا لم يقل له إني لا أرى قال لن تراني في الدنيا لقد أعطيتك حواس لك تستعملها في أغراضك الدنيوية أما أن ترى بها جلال الله لا يمكن في الدنيا في الآخر نعم قال لن تراني لكن موسى أصر قال يا ربي أريد أن أراك وبدأ موسى يسجد لله ويقول يا ربي أريد أن أراك أريد أن أراك والله سبحانه وتعالى يا موسى إنك لن تستطيع أن تراني فلما أصر موسى ربنا عز وجل قال يا موسى إن ظهرت لك ورأيتني احترقت ستحترق يا موسى فقال يا ربي أراك وأحترق أراك وأحترق ما شمهم الله تعالى الرحمن الرحيم اللطف بالعباد أشفق على موسى يا موسى إنك لن تستطيع ولا أريد أن أظهر لك وتحترق وموسى عليه السلام علمه الشوق إلى ربه وأصر يا ربي أريد أن أراك أنا ذاك ربنا أعطاه مثال قال له لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني جبل عظيم جبل طور جبل كبير ضخم قمة عالية ومعلوم في علم الأركيولوجيا أن كل جبل إذا كان علومه مهما كان معنى ذلك أن أن عمقه ضعفين لأن جعلنا الجبال أوتادة أن تميد بكم فربنا عز وجل أراد أن يوري موسى قدرته أنه هذا الجبل العظيم الصلب الجبل قوي أنت يموس لحم وشحم وعصاب ودم ولا تستطيع أما هذا حجر فأراد ربنا أن يتجلل الجبل قيل بأن الله تعالى تجلل الجبل من وراء ألف 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 حجاب سبعة آلاف الله تعالى أراد أن تجلل الجبل تجلله ليس من وراء حجاب لا من وراء ألف 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 حجاب سبعة آلاف حجاب ثم ظهر الجبل على مقدار عين الدابة يعني عين عين مبصرة جارحة قد العين ربي أظهر من نوره ولكن يختفي من وراء ألف 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 حجاب فلما تجل ربه للجبل قال لي إن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجل ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا الجبل العظيم انفجر وصار شضايا كله اندتر سيدنا موسى لما رأى هذا المشهد قم بلا نووية سميها متى شاء أعظم من كل ما يمكن أن يخطر على البال سيدنا موسى خر موسى صعقا صعق فلما أفاق بعد ساعات طويلة سيدنا موسى بدأت تذب إليه الحياة من جديد فأفاق فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين سيدنا موسى سوف يفيق وسوف يعلم الجلال الله وقدرة الله يروى في السنة النبوية الشريفة أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حكى لهم هذه القصة وقال بأن يوم البعت والنشور سيخرج الناس من القبور أول من تنشق عن القبر هو سيدنا النبي محمد صلى الله وسلم في الأول سوف هناك السعقة ونفخ في السور السعقة الأولى سوف يموت كل الخلق والسعقة الثانية نفخ الثاني سوف يقوم الناس من القبور أول من ينشق عنه القبر هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تصور بعد المشهد قيام الساعة الله تعالى ينفخ فإذا نفخ الكل يموت وبعد مدة ربنا يأذن بالحياة من جديد فنفخ في السور فإذا هم قيام ينظرون أول من يقوم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فيقول سيدنا النبي ولما أفقت وجدت بأن موسى لم يسعق موسى النبي بني إسرائيل لم يسعق فقالوا لعل الله تعالى أعفاه من السعقة التي طلب منه أن يراه فسعق هذه السعقة هذه فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى الصعقة هذه الصعقة قوية على سيدنا موسى فربنا عز وجل أعفاه من الصعقة يوم القيم كل الخلق سيسعقون باستثناء موسى عليه السلام من بني إسرائيل لأنه ذاقها وهي قوية فلما أفق ماذا قال سبحانك سيدنا موسى كان كتن التسبيح كان يسبح لله بكة وأصيلة سيدنا موسى لم يكن يفطر من التسبيح في كل وقت وحيم سبحانك سبحانك ما أعظم الشانك أين محل وارتحل إذا رأى كوكب إذا رأى نجم إذا رأى قمر والشمس سبحانك سبحانك إذا رأى شجر سبحانك إذا رأى حوت في البحر يقول سبحانك إذا رأى بشر يقول سبحانك إذا رأى حشرات في الأرض سبحانك سيدنا موسى لم يكن يفطر من التسبيح قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين بفضل هذا التسبيح سيدنا موسى سار عاشقا لله مقام رفيع من مقامات التدين وأنه ليس مجرد عابد عاشق فرق بين العابد والعاشق العابد تجده يعبد الله تعالى ويخاف من عقابه وشدته لكن العاشق يغيم حبا في الله سبحانه وتعالى هكذا صار سيدنا موسى الكريم قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إني استفيتك على الناس برسالتي وبكلامي فخد ما آتيتك وكن من الشاكرين فسيدنا موسى سوف يأخذ ما أعطاه الله تعالى لكي يبدأ في بناء المجتمع مجتمع بني إسرائيل مجتمع هذه الأمة التي أرادها الله تعالى في ذلك الزمان أن تقوم بدور الخلافة خلافة الله فوق الأرض وتنشر القيم الإنسانية ماذا سوف يعطيه الله تعالى؟ سيعطيه الألواح وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعدة وتفصيلا لكل شيء إن شاء الله في الحلقة المقبلة سنتحدث عن الألواح التي أوتيها موسى ماذا كانت تتضمن من تعاليم وماذا كانت تتضمن من مفاهيم وكيف استقبلها قومه من من إسرائيل وكيف حال الألواح اليوم؟ هناك عند اليهود عندهم التوراة وعندهم الألواح وعندهم التلمود وعندهم المشنة هذه مصادر الفكر الديني عند اليهود إلى زمننا هذا المعاصر وإلى قيام الساعة فسوف نتعرف عليها من كلام الله تعالى القرآن العظيم خلصت الفكرة أيها الأحباب الكرام أن سيدنا موسى كان عابدا فصار عاشقا عاشقا لله الأنبياء من أولي العز من الرسل هم عباد زغاد عاشقين هذه المرتبة كان بعض الصالح من البشر من عمة البشر يريد أن يصل إليها ماذا يفعل؟ كان بعض الأولياء لأن النبوة انتهت الأنبياء انتهوا مع سيدنا النبي وقد قال صلى الله عليه وسلم لا نبي بعدي لكن هناك الأولياء وهناك الصالحون وهناك المجدوبون جدبتهم رحمة الله تعالى هؤلاء يريد أن يصل إلى المقام الذي وصل إليه الأنبياء ومقام العشق الإلهي الإنسان يكون عاشقا لله كيف تصير عاشقا لله؟ طبعا هو أنك ترى الوجود كله يدل على الخالق الوجود كله كل في الوجود يدل على أن الله تعالى موجود ومتى غاب حتى يسأل عنه سبحانه وتعالى العاشقون في الله لا ينتظرون إلى يوم القيامة ليروا ربهم لأن الرؤية في الدنيا مستحيل لكن في الآخرة ستكون وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة فسيرة هي النظر إلى وجه الله وسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته كل المؤمنين سفيرون ربهم كل المؤمنين رؤية الله في الدار الآخرة لكن في الدنيا هنا هل يمكن أن ترى جلال الله وعظمة الله؟ أي نعم كيف ذلك؟ إذا ارتقيت من درجة العبودية لله إلى درجة العشق الإلهي قد وصل إليه بعض الصالحون حتى من النساء يقال بأن رابع العدوية صارت إلى مذهب العشق الإلهي والمحبة الإلهية وصلت إلى هذا المقام كيف ذلك؟ هو أن الإنسان يحرص على أنه كل ما في الوجود يدل على الله ابنك الصغير طفل يدل على قدرة الله على الخلق طهام يدل على رزق الله الموت يدل على جباروت الله المطر يدل على رحمة الله البلاء والقروب والمصائب تدل على عقاب الله كل شيء يدل على الله تعالى وأنك لا تعظم الدنيا من أرد أن يسند المقام عليه أن لا يعظم الدنيا هاللحظة قول أي حاجة دي الدنيا كتشغلي الفكر ديالي أنا ما عندي خدمة أنا ما عندي فلوس أنا ما عندي زهر أنا ضلموني أنا عندي قضية في المحكمة أنا عندي قضية كذا كذا أنا الاختيارة لإختلافت حياتي كلها كتباطلة كل هذا نقطة نهاية اغلق الباب اغلق كل شيء وابدأ صفحة جديدة قل مرحبا بكل ما يأتي به الحق سبحانه وتعالى قبلت أي حاجة طالية الله تعالى جميلة قبلت أشكره عليها إذا كانت قبيحة فأقول أصبر عليها تتحول من القبح إلى الجمال لذا آخر ما قاله ربنا عز وجل لموسى يا موسى إني استفيتك على الناس برسالتي وبكلامي وخد ما آتيتك وكن من الشاكرين لكي تصل إلى مقام العشق الإلهي لابد أن تكون من الشاكرين تشكر الله على كل حال حمد لله غدا فصبح الفقه غدا الجمعة بإذن الله لسولك كيف الأحوال حمد لله والشكر لله عندك شيء مشكل ما عنديش طاللك أيام زمان نكبات ومصائب وويلات موقع ليوالو وتكشيرك نقع ليك سينقلب بالأجر والتواب والخير وترى بأن ربنا له له كل الخير في التدبير والتسير هذا معقام العشق الإلهي اللهم يا رب العالمين حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعسيان واجعلنا من عبادك الراشدين واجعلنا من عبادك العاشقين لك يا مولانا بأسمائك الحسنى وصفتك العلا واجعلنا من أهلك وخاصتك قلوا معنا جميعا آمين 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 يا رب يا كريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدنا أيها الأحباب الكرام ويسعدنا أن نفتح خطوطنا الهاتفية من أجل أن نتواصل معكم أرقامنا 05-22-88-0060 أو 61 أو 62 أو الرقم الهاتفي 05-22-46-72-50-51 أو 52 مرحبا بكل المكالمات ونبدأها من إقليم الراقش مع أم مصطفى السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة